اشتركوا في القناة ما بك يا أبي؟ أشعر من الأمس بأنك على غير حالك أهناك شيء بك؟ بعض المشاكل في العمل لا أكثر وما الجديد؟ فدائما ما كان لديك مشاكل في العمل ولكنني لم أرك مهموما كذلك من قبل صارحني يا أبي ما الذي تخفيه عننا؟ ألا تريد أن تشركنا معك في همومك؟ في الحقيقة يا ولدي هناك بعض المشاكل في الشركة وربما أترك العمل بسببها خيرا إن شاء الله يا أبي أنسيت كلامك معنى عن الثقة بالله؟ لا يا بني لم أنسى إذن أين ثقتك بالله يا أبي؟ فهو قادر على أن يفرج الكرب مهما ضاقت علينا الدنيا حقا ما تقول أحسنت يا بني أحسنت القول يا أحمد فما غاية الاختبار سوى التمحيص؟ ليشهد الله عباده على أنفسهم ويقيم عليهم الحجة أيصبرون أم يتخاذلون؟ ولنا في قصة طالوت وجالوت عبرة في قديم الزمان وبعد عصر التيه في أرض سيناء تشرد بن إسرائيل بين البلاد ووسط الأقوام والعباد فلم يبق لهم أرض ولا وطن فكانت أحوالهم تتبدل من سيء إلى أسوأ الرزق قليل والنبت شحيح والمراعي جافة أغلب فصول العام فراحوا يطلبون من نبي الله شمويل أن يدعو الله أن يبدل الخوف بالأمان ويجمع شملهم من جديد فدعا النبي ربه فاستجاب ربه له يا لهلاك بني إسرائيل منذ أن أخذ منا التابوت ونحن أذلاء مستضعفون أي خزي هذا الذي أصبحنا نكبد في الليل والنهار؟ لم يعد لنا أرض ولا وطن نحن نجوب الأرض لا نعرف غياتنا لقد هلكنا السنوات تمر والحياة تزداد صعوبة سنة بعد سنة ولا يجد جديد سوى القحط والمعاناة صدقت الأرض التي نرعى فيها باتت مغفرة النبت قليل والماء شحيح والأغنام هزيلة لقد منع عنا المطر من السماء والخير من الأرض بالأمس بحثت عن بعض الحليب لصغيري فلم أجد لقد كان يشتكي شدة الجوع وكنت أقف أمام بكائه عاجزاً بلا حيلة وأنا مثلك أيضاً لا يختلف الحال بيننا إنما هو حال بني إسرائيل كافة وألسى نبخ نعاني هذا البلاء طويلاً؟ متى سينتهي كل هذا؟ ومن الذي بيدنا حتى نصنعه؟ نذهب لنبي الله أليس هو الموكل بأمر السماء؟ نطلب منه أن يدعو لنا بأن يعيد الله إلينا أراضينا التي سُلبت منا بيد العماليق وحينها لن يخزلنا نبي الله ولكن هناك من سبقنا لذلك بالأمس حقاً؟ وماذا قال لهم نبي الله؟ أمرهم بأمر يصعب على بني إسرائيل القبول به عن أي أمر تتحدث؟ تكلم يا رجل أمرهم بقتال العماليق الذين استباحوا الأرض وأخذوها عنوى وطلب منهم أن يصبروا على قتالهم وأن يثقوا بنصر الله العماليق؟ وهل لنا طاقة بهم؟ إنهم قوم جبارون لا يجاريهم أحد في هذا الأمر هل يريد نبي الله لنا الهلاك؟ هكذا كان قول نبي الله ويبدو لي أنه لا مفر لنا غير ذلك إذن تكون فتنة كبيرة فبنو إسرائيل ليس رجال حرب خصوصاً وإن كان مع هؤلاء الأقوياء الجبابرة السلام عليكم يا رجال وعليك السلام كيف حالك يا رجل وحال أبنائك؟ بخير والحمد لله من أين أنت آتني الآن؟ لقد كنا مع نبي الله أنا وبعض رجال بني إسرائيل نبي الله هل تحدثتم في أمر العماليق؟ وما غيره فهذا هو الأمر الذي بات يشغالنا جميعاً وماذا قال لكم نبي الله؟ قال إنه يجب علينا قتالهم فهم قد أخذوا الأراضي والبيوت والمراعي حتى تابوت موسى وبداخله الألواح أخذوا أي خزين هذا الذي نحياه؟ وهل نستطيع أن نقاتل العماليق؟ ولم لا؟ إنهم رجال حرب أما نحن فمنا الرعاة والتجار وأصحاب الحرف وفي كل الأحوال ستكون الغلبة لهم لا محالة ولكنه أمر من الله ولا مفر منه ولكن أين حكمة الله في ذلك؟ وأين ثقتك أنت في الله؟ تتحدث وكأنك قد أخرجت الرب العليم من قلبك فضعفك ووهنك أنت ومن على شاكلتك هو ما أودى ببني إسرائيل إلى ما هم عليه الآن إلا هالحكمة في التفكير بل هو الخوف وعدم الثقة بالله فاستغفر لذنبك يا رجل ولا تقل إلا خيرا أستغفر الله العظيم راح نبي الله يحثهم على الصبر والثقة بالله وأن ينصاعوا لأوامره عسى أن يخفف الله عنهم ما هم فيه من كرب وضيق ولكن كما هي عادة بني إسرائيل راحوا يجادلونه فيما ليس لهم به علم فأكثروا في مجادلة النبي وأغلظوا له القول فراح النبي يستغفر لهم ويدعوهم للانصياع إلى أوامر الله ولا يكونوا كآبائهم الذين حق عليهم القول فتاه سنوات طوالا في بقاع الأرض قال النبي شمويل يا عباد الله إن الله قد بعث لكم طالوت بن قيس ملكا عليكم لكي تعبروا معه إلى أرض العماليق وتستردوا منهم أرضكم التي سلبت وما لنا والعماليق يا نبي الله هل لنا طاقة بهم؟ قال النبي شمويل إن الله ناصر عباده المؤمنين فمن يتوكل عليه يهده إلى الصراط المستقيم إنها سنته في الأرض وفيكم وفي الناس أجمعين يا نبي الله ولكنهم قوم جبارون وهم رجال حرب ونحن كما ترى وتعرف لا حول لنا ولا قوة أحاطنا الضعف من كل مكان وغلبتنا قلة الحيلة قال النبي شمويل وَأَيْنَ ثِقَتُكَ بِنَصْرِ اللَّهِ حاضرة يا نبي الله ولكن قرع السيوف فوق الرؤوس وقت الحرب أمر عظيم فالحرب تحتاج رجالا أشداء ذوي بأس ونحن لا حول لنا ولا قوة قال النبي شمويل يا بني إسرائيل فقوا بالله وتوكلوا عليه لتجدوا النصر أمامكم فأين كان آباؤنا حينما نجاهم الله من فرعود وجنده تذكروا المشركين من أهل كنعان وما فعلوه بكم إذ أخرجوكم من دياركم وأموالكم وقتلوا رجالكم ونساءكم صغيركم وكبيركم منذ سنوات ليست ببعيدة هجم الكنعانيون العماليق على بني إسرائيل فهزموهم شر هزيمة ففرقوهم بين الوديان وفي الصحارة وأخذوا أراضيهم ومراعيهم وأنعامهم حتى إنهم قد أخذوا تابوت الملك الذي كان مقدسا من بني إسرائيل لما يحمله من ألواح التوراة التي نزلت على نبي الله موسى كانت هزيمة موجعة لهم كسرهم الحزن لسنوات حتى فقدوا الثقة بنصر الله فكان الرجل يجلس بجوار أخيه ويقول له لقد سخط الله علينا سخطا لا رضا بعده يا لي مصيبة بني إسرائيل يا لي مصيبة بني إسرائيل لم يبقى لنا شيء من طعام ولا شراب مات أبي ومات زوجي ولم يبقى لنا سواك يا الله من سيتكفل بأبنائي من سيرعاني ويرعاهم ليس لنا سواك يا رب ليس لنا سواك يا رب لقد غضب الله علينا فأذلنا وما لنا بعد ذلك من خلاص لقد احترق بيتي وماتت بهائبي كل شيء ضاع ذهب بلا رجعة حتى الغلال نهبوها لم يبقى لنا ما نطعم به نساءنا وصغارنا أهذا كل ما تحزنون عليه البيوت والغلال والبهائم أهذا هو نصيبكم من الدنيا يا بني إسرائيل وماذا تريد منا أنت أيضا يا يوسف أما يكفيك ما نحن فيه ما أنت فيه هو حصاد ما زرعتم يا عبد الله إن الله لا يظلم عباده ولكن العباد أنفسهم يظلمون انصرف عنا يا يوسف انصرف واذهب إلى حال سبيلك فنحن لسنا في حاجة إلى نصحك كفانا ما أنزله الله علينا من ابتلاء استغفروا الله يا عباد الله ولا تجزعوا من اختباره وهيا نذهب إلى نبي الله عسى أن نجد عنده النصح الذي به ينصالح الحال أنا لن أبرح مكاني فوالله ما عدت آثق بشيء بعد هذا الخزي الكبير ماذا تقول يا رجل؟ أكفرت بالله؟ ها أنتم يا معشر بني إسرائيل لا تريدون أن تحملوا أوزاركم فتلقون اللوم على العليم الحكيم فما الجديد وقد فعلها أباؤنا مع نبي الله موسى وأخيه هارون ولكنكم لا تتعظون من خبر الأولين صدقت يا يوسف صدقت ولكن البلاء عظيم ويكاد يذهب بعقول الرجال نستغفر الله على ما قدمت يدانا ونتوب إليه نستغفر الله على ما قدمت يدانا ونتوب إليه نستغفر الله على ما قدمت يدانا ونتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إن الثقة بالله دائما هي الدالة على صحة إيمان العبد وقوة علاقته بربه فبها تمر المحن والعسرات ويستطيع العبد الصبر على البلايا والقربات ما رأيكم يا بني إسرائيل فيما قاله شمويل النبي بالأمس إنه أمر محير ما زال الرجال لا يثقون بطالوت وحق لهم ذلك فهو ليس من سادة بني إسرائيل ولا من كبرائهم لقد كان مجرد راعي أغنام فمن مننا كان يعلم لطالوت قدرا قبل أن يعينه شمويل علينا ملكا فضلا عن أن أمر الحرب أمر عظيم ولا أحد فينا يدرك عواقبه لقد عشنا ويلاتها وتذوقنا مرارتها في حربنا السابقة مع الكنعانيين كل الدلائل تقول بأننا سندخل حربا خاسرة لا محالة فلا نحن أهلا لهم لا من حيث العدد ولا العدة والعتاد صدقت يا رجل لا شيء في صالحنا نحن ذاهبون إلى الموت المحقق لا محالة ولكنها وصية نبي الله فينا يا رجل هل نعصاه ونبقى مشردين في الأرض هكذا إلى يوم الدين؟ ومتى كنتم طائعين لأنبياء الله يا بني إسرائيل؟ حاشاك يا رجل لا تتلفظ بهذه الأقوال الحنقاء اهدأ يا أخي فهو لم يقصد سوء القول نحن أبناء الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب فإن عصا منا أحد فلا تلام به بني إسرائيل كلها أبناء الأنبياء وهل سينفعني أنبياء بني إسرائيل حينما أذبح أنا وعشيرتي بسيوف الكنعانيين يا رجل؟ وهل ينفعنا في الدنيا والآخرة إلا العمل الصالح يا رجل أي حال الذي أصبحتم عليه يا بني إسرائيل؟ أين ذهب الإيمان الذي كان يملأ قلوبكم؟ لقد أرانا الله عز وجل الآيات بأعيوننا متتاليات أَوَمَازَالَ بَعْضُكُمْ مِنْ أَبْنَاءِ عَقُوبَ النَّبِيْ مَنْ يُكَذِّمُ بِيَوْمِ الدِّينِ؟ هل عادت إليكم جاهلية القرون الأولى؟ صدقت يا بن يمين وهل ستقبل بأن يولى عليكم طالوت ملكا؟ وأنت تعرف بأنه لم يكن أعلان قدراً وشرفاً ونسباً؟ هل يجوز هذا يا بن يمين؟ ولكنه اختهار الرب الذي لا قول بعده فإن اختاره الله لنا فكيف نخشى شيئاً حينها؟ إن كان ما تقول حقاً وأن الله اختاره علينا ملكاً فلنرى آية بينة حتى نقبل به ملكاً علينا وهذا هو قولنا الأخير نعم فلنرى آية حتى نؤمن به نعم وأنا أوافقك الرأي فلنرى آية فلما طلبوا آية تدل على اصطفاء الله لطالوت أجابهم بأن علامة ملكه واصطفائه هي أن يرد الله عليكم التابوت الذي أخذ منكم فجاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون ولا يكادون يصدقون فأما المؤمنون فازدادوا إيمانا وما زاد المنافقين إلا نفاقا قال شمويل النبي يا بني إسرائيل هذه آية الله لكم ليشهدكم على أنفسكم أتؤمنون بعد ذلك أم تكفرون إنه التابوت حقا إنها الألواح وأثار موسى النبي آمنا بالله وقدرته آمنا بالله وقدرته يا نبي الله أمر علينا من تشاء فإنا إن شاء الله طائعين قال النبي شمويل إنما هو أمر الله أن يولي عليكم طالوت ملكه فيفتح عليه الله بإذنه وينصركم على القوم الظالمين ونحن نشهد الله أننا لله ثم له طائعين وإن خاض بنا البحر فإنا معه خائدون وكيف لا نفعل ولقد رأينا آيات الله بأعيننا وإنها والله لبشائر النصر المبين فهذا يوم عظيم لبني يهود ذلك اليوم الذي رد الله لنا فيه الألواح فالحمد لله رب العالمين يا طالوت من الآن لك الحكم علينا وما علينا إلا طاعتك فانظر ماذا ستفعل ثم سر على بركة الله حيث شئت يا بني إسرائيل ها أنتم جميعكم تعرفونني وتعرفون نسبي ولقد كلفني الله وشرفني بالجهاد في سبيله وإنه والله لأمر لو تعلمون عظيم وها هي البشارة جاءتكم من السماء تابوت موسى وبه الألواح تحمله الملائكة أمام أعينكم فهل بعد ذلك من مكذب بآيات الله راح طالوت يجمع خيرة رجال وشباب بني إسرائيل فجمع منهم ثمانين ألف رجل من كافة قبائل بني إسرائيل لاثنتين عشرة يعلمهم فنون القتال ويخبرهم بخبايا الحرب ولأن الله لا يصطفي إلا عباده المخلصين اصطفى الله طالوت وآتاه الملك وهو العليم الحكيم وما إن شعر طالوت بأنه قد أعد العدة وجهز جنده للحرب حتى انطلق بهم نحو أرض بني كنعان وهو على ثقة بنصر الله وتأييده أيها الجند ها نحن قد اقتربنا من ملاقات العدو فعلى مرمى البصر وخلف هذا النهر سنلقى الكنعانيين فاستعدوا لذلك الموقف العظيم فهل لنا أن نستريح قليلا ونشرب ونسقي خيولنا قبل لقاء العدو لا يشرب أحدكم من هذا النار فإن الله مبتليكم به ولكننا عطش يا سيدي والترحال فعل بنا الأفاعيل فكيف لنا أن لا نشرب والماء جار أمامنا إن الله مبتليكم به إلا من اغترف غرفة بيده فشرب ملء فيه ولم يزد تحصنوا بطاعة الله فهي خير زاد اختبركم به الله أنا لن أصبر على الماء فأنا أشعر بالعطش الشديد وأنا مثلك لن أصبر على الماء وليغفر الله لي بعد ذلك ليغفر الله لي فليأخرج أقوى الرجال فيكم وليبارزني قال نبي الله داوود أنا لك أيها المتكبر العين أنت؟ ومن أنت؟ قال داوود أنا داوود فتى من فتيان بني إسرائيل وهل تعرف من تقاتل أيها الغر؟ قال داوود أقاتل رجلا كافرا يستبيح حرمات الله ولا يؤمن به كافر يا لك من مسكين لا تعلم ما الذي أنت مقبل عليه قال داوود النصر إن شاء الله إن قتلتك والجنة إن شاء الله إن قتلتني وكلاهما خير لن تنفعك فصحتك تلك حينما أفصل رأسك عن جسدك قال داوود فليعن الله عليك إن شاء الله لنرى ما الذي ستفعله أنت وإلهك أيها الأحمق الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وهكذا نصر الله الذين آمنوا وكانوا يثقون في نصر الله رغم قلة العدد والعتاد وهكذا ينصر الله عباده الواثقين به في كل وقت وفي كل مكان يا لها من عبرة لمن يتضبر أوامر الله ونواهية أحسنت القول يا جدي ولكن لدي سؤال يشغل بالي ذكرت الآية الكريمة أن أغلب من كان معطالوط من الجنود لم يطع عمر الله وشرب من النهر حتى ارتوى نعم حدث ذلك إذن فكيف نصر الله بني إسرائيل على العماليق وأغلبهم قد خالف أمر الله ما كان الله ليختبر بني إسرائيل بالنهر إلا ليميز الخبيث من الطيب منهم فحينما شرب أصحاب الهوى ولم يطيعوا استبعدوا من جيش طالوت فلم يبق معه بعدها سوى المخلصين ألي هذا السبب إذن؟ نعم فمن هنا يأتي النصر أتعني يا جدي بأنني حينما أفعل الخير تعم الرحمة على الناس أجمعين؟ توكل على الله في كل أمورك وكن واثقا في فرجه فالله لا يخذل عبدا واثقا به أبدا صدقت يا أبي والله لقد أزحت عن قلبي هما عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين سنرى في حلقة اليوم قصة بلال بن رباح وكيف صبر على البلاء وتحمله من المشركين ولنعرف كيف تحمل وصبر في سبيل نصرة دين الله ليكون بعد ذلك نموزجا وقدوة للأمة إلى يوم الدين الحمد والفضل لله يا صالح كان الله رؤوفا بنا فهو يعلم بحسن نوايانا فاللهم لك الحمد على فضلك وكرمك هذا هو أحمد كما توقعته فظني أنه لم يكن ليتحمل الجلوس في غرفته أكثر من ذلك هذه هي عادته أحمد لما تركت فراشك يا ولدي الطبيب قال يجب أن ترتاح قدر المستطاع لقد اكتفيت يا أمي فأنا جالس في غرفتي لما يقرب من العشرين يوما دعيه يا هند دعيه الحمد لله على لطفه لقد كانت الحادثة مروعة ولكنها مرت بسلام والحمد لله شفاك الله وعافاك يا ولدي وحمد لله على سلامتك الحمد لله دائما لقد كان اختبارا من الله في صبرك وقوة تحملك وها أنت يا أحمد قد اجتست الاختبار بنجاح ولكنه كان اختبارا صعبا بل شديد الصعوبة يا أبي وهذا ما يريده الله لنا دائما فنحن لا نخرج أفضل ما فينا إلا في وقت الصعاب ولنا في سيدنا بلال بن رباح القدوة فبالرغم من كل ما تعرض له من أذن وابتلاء إلا أنه صبر على قضاء الله بنفس راضية وقلب شاكر لقد أصبت يا صالح في اختيار قصة بلال بن رباح رضي الله عنه فلقد كان من الصابرين الشاكرين ومن المؤمنين الأولين إذن قص علينا قصته يا جدي وذكرنا بما خلفه الأولون كان بلال بن رباح من المسلمين الأوائل الذين آمنوا برسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان عبدا لرجل من المشركين يدعى أمية بن خلف إلا أنه لم يخش من بطشه برغم علمه بعاقبة فعله وفي سبيل ذلك أطاق بلال ما لا يطيقه إلا رجل ذو قلب عامر بالإيمان بالله فتحمل كل أنواع الأذى وصبر واحتسب حتى فرج الله عنه قربه وأخرجه من ضيق همه إلى واسع رحمته إن أمر محمد ليس بالهين يا سادة قريش إن كان لا يتبعه إلا قليل من قريش الآن فغدا يتبعه الكثير فلا يجب أن نستهزئ بقوة قوله وضعف عونه فنحن نعرف محمدا جيدا إنه لذو حجة ولسان هيين لي قادر على أن يصحر به عقول الناس صدقت القول يا أمي والله إني لأشاركك الرأي وهذا ما كنت أتحدث فيه بالأمس مع بعض سادة قريش ولكن ماذا بأيدينا فنحن نفعل ما نقدر عليه نضيق على محمد في كل مكان ونتحدث مع الحجيج ونصفه لهم بالكذاب والساحر ووالله إننا نعلم جيدا بأنه ليس بكذاب ولا ساحر إلا أنه أتى بأمر عظيم أمر عظيم أن يساوي فيه بين أمي وهذا العبد الحبشي دعكم من هذا العبد الحقير فهو أجهل من الدابة التي أتيت بها إلى هنا ولنعود لأمر محمد ونرى ماذا نحن فاعلون فلنعود يا أخي وإن كان أمر مساواتي بهذا العبد الأسود لأمر مضحك حقا أي دين هذا الذي يساوي بيني وبين هذا الأسود فلنتفق أولا بأن ما ينزل على محمد هو قول عجيب لم نسمع مثله من قبل هذا لا شك فيه يا أبي إذن فهذا الذي يسميه محمد بالقرآن يستطيع أن يصحر آذان الحجيج فينتشر كلامه بين القبائل وتقوى شوكته وحينها لن يسود الهاشميين قريشا فقط بل أرض العرب كافة وهذا ما أخشاه وما يشغل بالي ليل نهار فإن نجح محمد في دعوته حينها لن يجاري الهاشميين أي من قبائل العرب ويكون لهم العزة والسيادة والنبوة أيضا ومن قال إننا سناقف مكتوف الأيدي يا عمر فولات والعزة لنكيدن له أمرا لن يجد في الفرار منه سبيلا حتى وإن استعان بالجن لنصرته ولسوف نضيقن عليه أمره حتى تختنق أنفاسه ونسفه من قوله وعمله حتى يصغر قدره في عيون الناس هذا هو بادئ الأمر فقط وأما ما خفي فكان أعظم ولتستعد يا محمد لبلاء عظيم ستلقاه أنت ومن معك ما بك يا بلال؟ أرى في حالك تغيرا منذ أيام؟ ما الذي أصابك؟ لم يصبني شيء بل هو الإيمان يا طفيل عن أي إيمان تتحدث؟ الإيمان بالله العظيم ربي وربك ورب الناس أجمعين أتقول مثل ما يقول محمد؟ هل جننت يا بلال؟ ألا تعرف عاقبة ما تقول؟ والله ما يقول محمد إلا الحق يا طفيل الحق الذي لا ريب فيه إلا أن قريشا تأبى الحق وتحب الباطل نحن عبيد يا بلال وهذه الكلمات قد تطيح برأسك تدبر قولك يا صديقي حتى لا تحمل نفسك ما لا تطيق فأنت تعرف العقابة جيدا أتقصد أمي ومن غيره؟ أنت تعرف بغضه الشديد لمحمد وتعلم أيضا مدى قصوته فأما كرهه لمحمد فإنه من سواد قلبه فلا يبغض محمدا إلا أصحاب القلوب الخبيثة وأما شدة قصوته فليعن الله عليها وليلهمني الصبر فهو أرحم الراحمين اسمعني يا بلال إن كان أمر إسلامك لرجعة فيه فإياك أن يعلم به سيدك أمية فإنه لو علم بالأمر قد يعذبك عذابا لم يعذب به أحد في مكة من قبل والله ما عدت أخشى من أمية ولا من غيره ما عاد في قلبي إلا الله وما عدت أخشى سواه وكل أملي أن أحوز على رضاه في يوم تبيض فيه وجوه وتسود وجوه أصحيح ما سمعت أيها الأسود؟ وماذا سمعت يا سيدي؟ أنك أصبحت من أتباع محمد أما وإنه قد بلغك أمر إسلامي فإني قد آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وتقولها في وجهي أيها الأسود أنت لست إلا مملوكا أيها العبد ولا تملك من أمرك شيئا فمثلك ليس له حق الاختيار ارجع عما أنت فيه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إن لم تكفر بدين محمد فقسما بالآلهة لأذيقنك العذاب حتى تموت لك جسدي فافعل به ما تشاء أما القلب فليس لك عليه طاعة فهو عامر بالإيمان وقد امتلأ بحب الله ورسوله يا غلام خذ هذا العبد الأسود وقيده أسفل الشجرة وإن لم يعد لصوابه غدا فسيكون لي معه شأن آخر هيا ولكي يبرأ ميت بقسمه أمام قريش راح يعذب بلالا بكل أصناف العذاب فما إن يشعر بأن بلال قارب الموت حتى يريحه قليلا ثم يعيد الكرة من جديد في اليوم التالي ظل بلال يعذب أيام طويلة دون أن يرده هذا العذاب على ما قد عزم النية عليه بقوة إيمان وعزيمة كالجبال ويقين بنصر الله وفرجه القريب أبشر يا طفيل لقد استجابت الآلهة لدعائك وقضي أمر بلال حقا حمدا للآلهة فقد كنت أشقى وأنا أنظر إليه يعذب كل يوم دون أن أستطيع أن أفعل له شيئا ولكن أخبرني كيف حدث هذا وكيف هو الآن بخير فلقد اشتراه أبو بكر بن أبي قحافة من أمية وكان أمية فيه من الزاهدين فباعه بثمن قليل بعد أن أدرك أن بلالا عازم على استكمال ما أعلن عنه وأنه لا سبيل لإرجاعه سوى الموت فآثر أمية أن يستفيد منه ومن ثمنه فأنت تعلم بخل أمية بن خالف وأين هو الآن؟ هل ذهب مع أبي بكر؟ نعم عاد معه ولكني سمعت أمرا ما هو؟ سمعت بأن أبا بكر سيعطقه حقا؟ هذا ما سمعته على لسان أبي بكر وهو يفاوض أمية أخيرا سيخدو بلال حرا كم سعى لذلك طويلا فلتحفظ الآلهة من الشرور فلقد عشرت كثيرا من الناس ولم أجد قلبا أجمل من قلبه وأنا أشهد بذلك أيضا فلترعاك الآلهة يا بلال عسى أن نجتمع من جديد على خير اشترى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلالا ثم أعتقه فجعر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرر أن يهب حياته لخدمة الإسلام وما إن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث حتى سعد سعادة كبيرة ثم دعا له فلقد كان بلال نموزجا لبذل النفس والصبر على البلاء بقلب راض مطمئن رغم أنني أعرف القصة من قبل إلا أنها حينما رويت الآن كانت حبرة حسنة فحينما أتدبر في ابتلاء بلال أدرك بأن الله لطيف بعباده إذن علينا أن نصبر على نوائب الظهر ونحمد الله اللهم لك الحمد على ما أعطيت اللهم لك الحمد على ما أعطيت بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله حديثنا اليوم عن الرحمة والرحمة هي أهم الصفات التي أوصانا بها رسول الرحمة فبطراحم الناس بين بعضهم البعض تزداد أواصر الود والمحبة هل علمت بأمر الساكن الجديد؟ عن أي ساكن تتحدثين يا أمي؟ تتحدث عن قطة هنائن الجديدة؟ نعم علمت أختي لها قلب رقيق كقلوب الأطفال الصغار بل هي الرحمة يا أحمد تلك الرحمة التي أنعم الله بها على عباده المؤمنين فصفة الرحمة جعلها الله علامة على الإيمان ونقاء القلب وكيف تكتسب الرحمة يا أبي؟ باللين يا بني كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس أجمعين ألم تسمع قول الله عز وجل ولو كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك صدق الله العظيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس كافة وكان الجميع يعلمون عنه ذلك البعيد والقريب والعدو قبل الحبيب الجميع يعرف فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته فلم يقن الله ليرسل الرسل إلا لنشر الرحمة بين الناس ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بقومه ودودا لهم ذلك لقوله تعالى في اصطفاء خاصته في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم هكذا اصطفى الله الأنبياء وذريتهم ليقونوا هدى للناس ورحمة مرسلة للعالمين ولما كانت الرحمة من خواص صفات الأنبياء كان خاتم النبيين والمرسلين أكثر الخلق رحمة بقومه وإن لنا في قصة فتح مكة لعبرة في هذه الرحمة الغامرة هل سمعتم بأمر بني بكر؟ أتقصد هجومهم على خزاعة ونقضهم صلح الحديبية؟ نعم فلقد فعلت قريش ما ستندم عليه أبدا الدار لن يرضى رسول الله بذلك أبدا وسيكون عقاب قريش شديدا أتعتقدون أن رسول الله سيفتح مكة؟ والله إن أراد لنكونن أول الفاتحين حتى نطاهر بيت الله الحرام من يد المشركين ويكون فتحا عظيما للمسلمين وإن بنود صلح الحديبية إذن؟ ماذا بك يا كعب؟ ألم ينقضها بن قريش أولا بهجوم أنصارهم وحلفائهم من بني بكر على حلفاء رسول الله من بني خزاعة؟ فأين كانت بنود الصلح حينها؟ والله ما كان رسول الله غزيا لأحد إلا من أراد بالإسلام سوءا فعلى الرغم من جور قريش علينا في الصلح إلا أن رسول الله ما أراد سوى الخير والسلام لنا ولهم إلا أنهم قوم غدارون ولا يوفون بالعهد لقد أتى أبو سفيان بالأمس لرسول الله يتشفع إليه فلم يقبل رسول الله شفاعته أبو سفيان بن حرب هذا الثعبان المتلون والله إني أشك بأنه هو من كان وراء هذا الغدر فهذه الخصة لا تخرج إلا منه في كل الأحوال الخيانة قد حدثت ورسول الله لن يتهاون في دماء المسلمين وحلفائهم إذن فإن فتح مكة قادم لا محال وإن إن شاء الله لمن الفاتحين فلما أراد الله لرسوله والمؤمنين معه السلام والسكينة أوحى له بأن يقبل الصلح بينه وبين قريش فكان صلح الحديبية وكان من بنود الصلح أنه من أراد الدخول في حلف المسلمين دخل ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل فدخلت قبيلة خزاعة في عهد رسول الله ودخلت قبيلة بني بكر في عهد قريش ولما كانت الحروب والنزاعات قديمة بين القبيلتين فأراد بن بكر أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم فأغاروا عليها ليلا بمعاونة قريش ورجالها فقتلوا منهم الرجال الكثير وأحلوا بها الخراب والفزع وما إن وصل النبأ إلى رسول الله بما فعلته قريش وبن بكر حتى عزم عزما لا رجعة فيه بفتح مكة محمد وجيشه على أبواب مكة يا أبا سفيان أعلم يا سهيل فما أتيتني بجديد أعلم أنك تعلم أنا أسألك المخرج يا أبا سفيان أين المخرج؟ ماذا قال لك محمد حينما ذهبت ليثرب لتتشفع لقريش يا أبا سفيان؟ سنابك خيل المسلمين تجيبك عن سؤالك يا رجل وهل ترضى بذلك يا أبا حنظلة؟ وما فائدة رضائي أو صغتي يا قيس فكلاهما في المردود سواء ماذا تقصد؟ لقد حاولت جاهداً مع محمد فلم أجد منه استجابة لشفاعتي حتى إنني حدثت عمر وعثمان وعلياً والأقربين منه دون فائدة فحدثت ابنتي رملة وهي زوجة لمحمد فرافضت هي الأخرى لقد عزم محمد على دخول مكة وقد حسم أمره ولا رجوعاً وهل سنرضخم لعزمه يا أبا سفيان؟ أين قوة قريش وحلفائها؟ لا يريد أحد منهم أن يواجه محمداً وجيش المسلمين يقولون إن عاصفة محمد حين تأتي لا يمكن لأحد أن يقف أمامها فلنحاول الصلح معه مرة أخرى إذن لا سبيل لذلك لقد فات وقت الكلام إذن لا سبيل سوى الحرب من ستحارب؟ تحارب جيشاً عدده يفوق العشرة آلاف رجل؟ جيشاً جمع تحت رايته قبائل الأوس والخزرج وجهينة وبني غفار ومزينة وقيس وبني سليم؟ ليس لنا سبيل غير ذلك يا ابن حرب إذن هي معركة خاسرة يا سالم أتثبت من عزائمنا يا أبا سفيان؟ ولا سبيل لنا سوى مهادنته وإظهار الخضوع له ثم إذا دخلها نرى بعد ذلك أي شأن هو شأنه يا قوم يا معشر القريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به وقد بلغني منه أنه قال من دخل داري فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن فعليكم بمنازلكم فمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب ما هو إلا رجل منكم فاطمئنوا وهدأوا ولا يخشى أحدكم على نفسه وماله وأهله وما إن انتهى صحابة رسول الله من تكسير الأصنام والأوثان حتى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها ففتحت ثم صلى بها فهلل المسلمون وكبروا فرحين بهذا النصر المبين ثم خرج رسول الله من الكعبة وقريش تنتظر في خوف من مصيرها المحتوم فاصطف منهم من لم يكن له سابقة أذى مع رسول الله ينتظرون صنيع رسول الله فيهم وبعد أن حمد الله وأثنى عليه قال لهم يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال أقول لكم ما قاله يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء ففرحوا بعد أن أمنهم رسول الله على أنفسهم وأموالهم وبنيهم ثم ناد الرسول الكريم على عثمان بن طلحة فحضر في الحال فأعاد له الرسول مفاتيح الكعبة ثم قال له هاك مفتاحك يا عثمان فاليوم يوم وفاء وبر وبعد أن طهرت الكعبة من الأوثان أمر الرسول بلالا بأن يصعد على ظهر الكعبة ويؤذن ومن يومها أصبح أذان الحق لا ينقطع عن المسجد الحرام في ليل أو نهار الله أكبر الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة تمشي على الأرض بين الناس فقد أرسله الله عز وجل رحمة تسع الناس كافة رحمة للمسلمين وغير المسلمين كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لقد تجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل تلك الإساءات التي طالته وطالت آل بيته وصحابته على يد قريش تجاوز عن محاربتهم له ولدين الله تجاوز عن طرده من مكته ومن آمن معه من المسلمين تجاوز عن أخذ ماله وبيته وعن قتل عمه الذي هو أحب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم إنه حمزة بن عبد المطلب لقد سامحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما اقترفوه من آثام وكأنهم لم يفعلوا شيئا فقال لهم قولته التي تُكتب بماء الذهب بل بماء العينين إلى يوم القيامة اذهبوا فأنتم الطلقاء هكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كانت رحمته صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخير أنبياء الله أجمعين والمبعوث رحمة للعالمين الرسول المصطفى حبيب الله الصادق الأمين بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أعرف السحر منذ القدم وهو قفر بالله عز وجل فراح الكهنة والعرافون ينشرونه بين الناس فكيف كانت بداية قصة السحر على الأرض هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم في الحقيقة يا أبي هناك أمر يحيرني من الأمس جلست أفكر فيه طويلا دون أن أجد له إجابة ولما تعبت من التفكير قررت أن آتي إليك وأسألك وما هذا هو الأمر يا ترى؟ كنت جالسا بالأمس أقرأ القرآن قبل النوم كعادتي وأثناء تلاوتي مررت على آية السحر في القرآن الكريم فلم أفهم شيئا أتقصد قصة هاروت وماروت؟ نعم هي يا أبي وما الشيء الذي لم تفهمه؟ كل شيء تقريبا أعلم يا أبني أن الأمر يبدو غامضا إلا أن القرآن الكريم ليس به غموط فلقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ صدق الله العظيم فكتاب الله نزل على رسولنا الكريم ليكون هداية لكل الناس إذن سؤالي هذا لا يعد أمر سيئا يا أبي كل ما سألته هي أسئلة حسنة وتوضح بأنك توقفت أمام الآيات وتدبرت فيها وهذا دائما هو مقصد القرآن الكريم أن نتدبر فميزة الإنسان العقل لذا يحاسبنا الله على فهمنا يوم القيامة ولا يحاسب البهائم والدواب ولكي تعرف الغاية من هذه الآيات البينات دعنا نعرف القصة من البداية بعد وفاة نبي الله سليمان فتن كثير من اليهود بالسحر لما رأوه من آيات سليمان ظنا منهم بأن سليمان ساحر وليس نبيا لله عز وجل راحوا يتبعون كل ساحر وكاه طامعين في ملك سليمان فنسوا التوراة وأحكامها التي نزلت على موسى وظلوا ضلالا كبيرا فأراد الله أن يبعث لهم ملكين ليعلموهم الفرق بين السحر والحق الذي نزل على سليمان النبي عسى أن يهتدوا ويتركوا الضلالة لقد ضاع إيمان بني إسرائيل ترك الناس كتاب الله والتفوا حول الكاهنة والدجالين لقد أصبح السحر كل غايتهم أين ذهبت عقول بني إسرائيل؟ العقول تاهت أمام الفتنة لقد فتنوا بملك سليمان النبي حتى إن أحدهم يدعي بأن سليمان كان كاهنا صخر الجن والطير بالسحر فبمثل هذه الكذبة التي انتشرت بين بني إسرائيل كانتشار النار في الهشيم استطاع هؤلاء الدجالون أن يسخروا الناس تحت أقدامهم فلقد صاروا عبيداً لهم بعد أن كانوا عبيداً لله رب العالمين هكذا هو حال العوام من الناس دائماً يا هارون يغلب عليهم الجهل ويستبدلون بالحق الباطل حتى تضيع الحقيقة من بين أيديهم فلا يبقى إلا الأكاذيب والضلالات الناس بدأوا يكفرون بالله ولا يؤمنون إلا بسحر الكهنة لو ظل الحال على ما هو عليه الآن ستلعن بني إسرائيل أبد الظهر الأمر كله بيد الله وعسى أن يكتب الله لبني إسرائيل من هذا الضيق مخرجاً ما الذي أتى بك إلى هنا يمرأة؟ عجباً ظلنتك تعرف اسمك رعنانا ابنة إلياس زوجك تزوج من فتاة أخرى وأنت آتية الآن لتفرقي بينه وبينها نعم هو كذلك قولك الحق يا سيدي ولكنه عاشق لها ولكنه لن يكون بعد جلستي معك ومن الذي تريدينه يمرأة؟ لا أريده أن يبقى معها ليلة واحدة بعد اليوم أريده أن يطلقها ويبقى لي وحدي أريده أن يبغضها أشد البغض أريده كلما نظر إلى وجهها الجميل أن يراها كالقردة القبيحة وهل تستطيعين أن توفي بالنذر أياتها المرأة؟ نعم نعم أي شيء تطلبه سيقضى فقط حقق لي طلبي وهل جئت بشيء من أثره؟ نعم هذا هو أثره هذه قطعة من قميسه أحسنت أحسنت أريدها قردة قردة أمرك مقضي بعون أسياد الجن في ليلة وضحاها ستجدينه يقف تحت عتبة بيتك فقط فوضي أمرك إلى أسياد الجن واحمديهم على عطاياهم بل وأصلي لهم أيضا إذا أرادوا أحسنت أحسنت يا امرأة اذهبي الآن لقد ضاق الرزق وقلت البركة لا أعرف لماذا قل البيع في هذه الأيام ما الذي حدث للناس لقد اتجهوا جميعا لطرق أبواب الكهنة الكل بات تربح من السحر والشعوذة ماذا حدث لبني إسرائيل أهؤلاء هم أتباع موسى النبي أهؤلاء حملة التوراة أي ضلال أصبحنا نعيشه الجميع لا يفكر سوى في المال وزيادة الثروة وأين بركة الله يا أخي هل نسي الناس يوم الحساب الله يغفر الذنوب جميعا للمسيئين بغير إصرار يا أخي وأما من يحارب الله ويسعى للفساد في الأرض فعقابه عند الله شديد ها؟ وهل السحر فساد؟ يقول هاروت هل تره خيرا أيها التاجر؟ من أنت؟ يقول هاروت أنا رجل من بابل واسمي هاروت وهذا أخي ماروت وجئنا نعرض عليكما أمرا خيرا إن شاء الله يقول ماروت هو خير لمن أراد الخير وشر عظيم لمن أراد الشر أفصح عما جئت به يا هذا فكلامك غامض وهيئتك غريبة يقول ماروت نريد أن نسألكما عن شيء اسأل اسأل ولك من الإجابة يقول هاروت من منكما يريد أن يتعلم السحر؟ والله ما أرضى أن أسير بجوار أحد من هؤلاء الكهنة فضلا عن أن أتعلم منه هذا الفساد فبأي فتنة جئتنا أيها الغريب؟ اذهب عنه ولا تحدثنا في هذا الأمر بعد ذلك أبدا انتظر انتظر أيها الغريبان فأخي لم يقصد بهذا الحديث إلا نفسه يقول هاروت إذن فأنت تريد أن تتعلم السحر اتيا بما عندكما هل أنتما من الكهنة؟ وهل لديكم أسرار السحر حقا كالعرافين؟ ما الذي حدث لك يا أخي؟ أكفرت بعد إيمانك؟ هذا رزق ساقه الله لنا فإن لم ترد فلا تحسدني عليه أحسدك على ماذا يا مسكين؟ أحسدك على الكفر بالله يقول هاروت أتريد أن تتعلم السحر؟ وأكون لك عبدا فقط أطلعني على أسرار السحرة ولك مني كل ما تريد يقول هاروت ولكنها فتنة في الدين وفصل بين الحق والباطل فهل تشهد على نفسك؟ فقط علمني ما عندك ولا شأن لك بديني ولا فتنتي يقول هاروت فليكن لك ما أردت اللهم إني أبرأ إليك من فعل أخي اللهم إني أبرأ إليك من فعل أخي ظل حشبان الطريق كما ظل الكثير من بني إسرائيل في الشام والعراق انتشر السحر فانتشر الكفر والفساد حينها أنزل الله ملكين من السماء اسمهما هاروت وماروت ليعلم الناس أن ما أنزل على سليمان هو الحق من ربه وأن السحر من عمل الشيطان ذلك ليفرقوا بين الحق والباطل وأن هذا السحر ما هو إلا فتنة فتنة يفرق الله بها بين المؤمن والكافر بين من يجعل توكله على الله الواحد الأحد ومن يتوكل على إبليس وأعوانه من الشياطين والمردة عسى أن يميزوا ما جاء به الأنبياء وما يقوله السحرة والدجالون فاختار أغلبهم الكفر على الإيمان وهكذا كان حال الناس في كافة العصور تصديقا لقول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور هكذا أراد الله أن يختبر عباده في الحياة الدنيا كما اختبر آدم وإبليس من قبل فحق على ذريتهم أن يقعوا في الفتنة فينجي الله منها من هو أهل للإيمان ويسقط فيها أصحاب القلوب الزائغة عن الإيمان والحق الآن وضحت لي الغاية من نزول الملكي إنه أمر يستحق التدبر حقا يا جدي وهل خلقنا الله سبحانه وتعالى سوى للتدبر والبحث في صفاته يا نادر إن الله عز وجل يقول في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وغاية العبادة هي التدبر ويقول الله أيضا في كتابه العزيز أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فتلك القوانين التي جعلها الله شرائع لنا في الدنيا هي من أجل اختبار الإيمان لتشهد كل نفس على عملها أهو عمل صالح أم عمل سيء ويوم الحساب توفى كل نفس بما كسبت لقد اتضحت الصورة تماما فالقرآن الكريم هو حقا سبيلنا للفهم الصحيح لدين الله هذا يا بني كان سبب نزول هاروت وماروت ولكل عصر هاروته وماروته هي فتن كثيرة والمؤمن فقط هو من يخرج منها بسلام بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر